من اطياف سياسية وطائفية مختلفة وكذا المعارضة تتعدد اطيافها وصقوفها فمعارض الداخل لا يطمحون الى تداول السلطة وهناك بينهم من يؤمن برغبة الاسد في الاصلاح اما معارض الخارج فتفرقهم انتماءاتهم الطائفية والفكرية وعلاقات بعضهم السابقة بالسلطة ولا تخفي برامج بعضهم تطلعه الى اسقاط النظام السوري ومعنا من دمشق الناشط الحقوقي هيثم المالح سيد المالح هل ارضاكم شيء في خطاب رئيس الاسد خير يا اخي وشكرا للجزيرة على اتصال بعد خطاب الرئيس اهلا نساء حقيقة خطاب الرئيس لم يأتي بجديد الافكار كلها افكار سبق طرحها سابقا باكثر من مناسبة بالمناسبة انا بريد اقول شيء صغير جدا من اكثر من خمس سنين الرئيس توجه الى القامشتي واجتمع بالاخوة الاكراد ووعدهم بحل مشكلة الجنسيين مضى خمس سنين الان لم تتقدم السلطة باي خطوة في هذا الاتجاه الان نهب المال العام يا اخي الكريم الفساد المنتشر نحن قلنا انه درجة البناء يشطف من فوق بمعنى انه تبدأ الاصلاحات من قمة هرم السلطة وليس من القاعد يعني اعتقال شوية شرطة وشوية ناس عم يرتجوا ما بيقدموا لا بيأخر شيء يعني مع ذلك السلطة لم تقدم على اي خطوة في هذا الاتجاه السلطة ليس لديها اي اتجاه لالغاء حالة الطوارئ وليس قانون الطوارئ مختلف الامر بين حالة الطوارئ وقالون الطوارئ نحن نعيش حالة الطوارئ منذ 48 عاما لا يوجد بلد في العالم يعيش هذه الحالة نحن لدينا اشكالات اخرى طرحناها سبق ان طرحناها في عدة مؤتمرات من مؤتمرات المحابين وغيرهم يعني نحن لدينا مثلا تشريع خاص يحصن اي واحد من الاجهزة الامنية يرتكب جريمة ان لا يساقي القضاء فكيف بنا وانا ارسلت رسالة خاصة للرئيس وبينت له نص هذه المادة بالتحديد ان يعني عرضت امامه انه هذه المادة تحصن الافراد قوى الامن من الاستوق الى القضاء في حال ارتكاب جرائم فان له كيف التشريع يوصف يوصف فعل معين بانه جريمة ولا ينساق المجرم الى القضاء ولكن سيد المالح يعني ما ذكره اسمح لي فقط ما ذكره الرئيس الاسد من ان ما جرى مؤامرة هل تعتقد بان تسويق الامر على انه مؤامرة هو الذي فرض هذا الحذر في التمشي يا سيد الكريم السلطة تريد ان تحمي نفسها وهذه مؤامرة شوف يا اخي باحداث حمابل اربعة وستية مش الان طلعت منشطات الجرائد كلها تبع الدولة انه هناك مؤامرة مع انه موضوع كان داخلي بحث وكان رئيس الدولي امين الحافز وتوجه عناصر من الجيش وهدمه جامع السلطان وقاله مؤامرة نحن نسمع مؤامرة من اربعين سنة ولن ولن يتغير هذا لانه هذا ما يجعل السلطة تتمترس حول مفاهيم معينة لاحباط حركة الناس الان ما احد يصدق الان انه في مؤامرة ولا في قيمة خارجية هذا كلام كله غير صحيح العائل الناس طفح فيها الكيل لم تعود تحتمل هذه الممارسات اليوم السجون ملقى بالاعتمد معتقلين ولا تزال حتى تاريخ حتى هذه الساعة يزج بمعتقلين بدون سبب انتم شفتوا مثلا ما جرى امام وزارة الداخلية ميتين شخص طالبوا الفراج عن زويهم المعتقلين هجموا عليهم بالآلاف اوسعوهم ضربا ولقما وسهلا هذه سياسة السلطة يا سيد الكريم ليس لها رؤية للمستقبل لحل مشاكل الناس بالحسنة ولكن سيد سيد المالح يعني ما 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 اشارت اليه لا اسمح لي فقط ما اشارت اليه سيد ابو ثينة شعبان قبل يومين لا يمكن ان يكون هذا هو الذي اعفى انصح التعبير الرئيس بشار الاسد من تكرار نفس الاشارات لمراجعة قانون الاحزاب قانون الصحافة رفع حالة الطوارئ الى غيره يا سيد الكريم بوسينة شباب ما اقتت بشيء يعني هي سيدة بوسينة مستشارة للرئيس لا تمثل الدولة ولا تمثل الحكومة ولا حتى تمثل الرئيس هي اعملت مؤتمر صحفي واعطت اه بيانات ما ما في شيء اه اه صحيح صار في الحديث سوى رفع رواتب موظفين ورفع تافه مع الاسف الشديد نحن عندنا الان يا اخي رواتب موظفين اللون عشر وخمسة عشر سنة بيتقاضوا ميتين دولار في الشهر ماذا يعني ميتين دولار في الشهر يا اخي يبدي يحكي الانسان ستين بالمية من الشعب السوري تحت خط الفقر تلاتين بالمية من قوى العاملة بلا عمل اتمانين بالمية من الدخل القومي العام بيد حفنة من الاسر في قمة هرم السلطة اين مالنا اين النفط اينها كل هذا الفقير يزداد فقرة والغينة يزداد تقمة وتران واموالا مليارات الدولارات في خارج سوريا في البنوك هنا وهناك اي اصلاح هذا يريدون اي اصلاح شكرا جزيلا لك ناشط الحقوق السوري هيثم المالح